ما فيه من تفاصيل فنية ورؤيوية أبعاد فلسفية تمثيلية واجتماعية وسياسية لأن العمل عرض فيه فترة عصيبة جدا من تاريخ العراق يمكن ليه السيدة يشوفك واحد يقول لك أبو جحيل لا لا عادي عادي جدا في أوروبا في أمريكا يشوفك شخص سلم عليك أبو جحيل لحد هاي اللحظة ورا كل هاي العقود من أنا بديت أحيانا أضوج أنه يقولوا لي أبو جحيل لأنه اسمي الحقيقي أنت يقولوا جوادي الشكرتي الحقيقة لذلك هذا المسلسل أيضا بالمقابل شكل نجومية ليس لنا فقط للفنان العراقي بشكل مرعب منعطف في حياة جوادي الشكرتي وفي الدراما العراقية هذا المنعطف اللي يتحدث عنه لأول مرة في تاريخ الدراما العراقية تطبع صور للفنان العراقي وتباع في الأسواق لأول مرة الفنان العراقي تقدم صور إلى حتى يوقع عليها بالشوارع أنا وزوجتي في منطقة الكاظمية ريحة دا أشتري لها كمقطعة ذهب بمناسبة يعني عقد قران وشافوني الناس والناس تجمهرت علي لمدة ثلاث ساعات لم أستطع الخروج إلا بأربع سيارات من النجدة للا شكرا شكرا شكرا